السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنت الآن تتابع المعركة التي حدثت بين ماجنس كارلسون وأرجون إيريجيسي في اليوم الثاني من البطولة الختامية لمجموعة بطولات لعبت في 2022 تحت اسم ميلت ووتر تشامبينز تشيس تور دي البطولة النهائية دي الختام بتاع سنة 2022 لأي تفاصيل زيادة هتلاقيها في الفيديو اللي فات في البداية في المعركة التي حدثت بين براجناندا وماميديارف أما اليوم ماجنس كارلسون وصل في اليوم الثاني قعد على الكرسي قدام الكمبيوتر اللازيز بتاعه لأنفسه هيلعب بالإسوي بيقابل مين؟ بيقابل أرجون إيريجيسي اللي حدثت معركة شطرانجلية كبيرة بينه وبين جوكيش دي في الهند واستطاع أن يفوز بها أرجون إيريجيسي أرجون إيريجيسي رقم أربعة على الهند في الكلاسيك ومن أحسن 25 لاعب في العالم في الكلاسيك تعالوا نشوف حصل إيه نايت اف ثري نقلق مارينة ماجنس يعني أنت لسه مش هتعرف يا ماجنس أنا هلعب إيه دلوقتي جي سيكس ده أنت لو مش هتعرف أنا هلعب إيه أنا ممكن ألعب كينجز انديان لو أنت خطرت دي فور ممكن ألعب جرونفلد لو أنت خطرت دي فور ممكن ألعب مودرن دفنس ممكن ألعب بينوني لسه أنا أكثر مرون أمرا منك ما فاهمت؟ دي فور أنا حددت موقفي بيشب لسه ما حددت الشكل البادئ في الوسط اي فور خلاص أنا رجعت البيدأ ملك شفت قهوة ليه؟ لأن المطش ده مليان نقلات مليهاش تفسير يعني هقولك التفسير هقولك التفسير وخلاص اللي أنا شايفه منطقي بس يعني محتاجين نسأل حد 2600 في الموضوع يكون لعب الشكل ده كتير وعنده خبرة فيه كتيرا دي سيكس ما زلنا الشكل ده تلعب 9000 مرة بيشب سيفور الشكل بقى بيتلعب 2000 مرة اتهبد من 9000 ل2000 ماشي حصان الشكل اتهبد للشكل ده تلعب بالترتيبة دي 95 مرة بس على الترتيبة احنا كنا من نقلتين فاتو الشكل تلعب بالالفات الكتير دلوقتي احنا ما جبناش 100 نقلة علشان كده بقولك اللي جاي ده اللي له خبرة فيه قليل اتش ثري اتلعبت في 13 جيم بس ايه فكرة اتش ثري اتس ايهاي كلاس ويتنج مو بيسموها كده نقلة انتظارية عالية المستوى اتش ثري لها بيت ولا اسمحلك تربطني مثلا وتضغط على البدء ده بعدين ولا هطلع بالحصان الثاني رغم حصوصت دي جيدة مفيهاش حاجة اه نقل نقل هو عارف انه هلعب اتش ثري كده ولا كده العبها دلوقتي اتش ثري ما تربطنيش انا بلعب ضد الفيل ده الفيل ده خد بالك دلوقتي لو طلع هنا هتخسر قطعة بنسبة كبيرة حتى لو عملت كده باكل وانت بتاكل باكل تاني بكيش فرتكتلك الملك يعني ما بيطلعش هنا يعني هو بيلعب ضد هذا الفيل اوكي حصوصت انه طلع هات البيداء اطلع بقى كده لا كوين اي تو ماشي جي فايف ضرب الوسط دلوقتي لو دفعت البيداء فالفيل بتاعت بقى وحش تاني حاجة نايت دي فور بقت جامدة ياكل ياكل والمربع ده بقى مزعج بيتلف كده الحصان ويقف فيه الفيل بقى جامد لا وضع سخيف بالنسبة للأبيض فدفعت البيداء مش وحشة وما لا اعمل ايه كل بيداء في بيداء ياكل بالحصان تاكل تاني ليه لتحافظ على ان الفيل ده يفضل مقفول جميل تبييت تبييت روك دي وان هات الوزير كوين اي سابن وقف الفيديو وفكر تلعب ايه هنا يعني مثلا تلعب دي تلعب دي ترجع بالفيل تلعب كده عشان تمنع دفعات البادئ عليك اختار نقلة وانا هاعتبر ان انت رجعت شفط القهوة بس عشان دماغك ما تضربش بسم الله طيب اولا لو لعبنا حاجة زي دي هيقولك انت جاي تعمل ايه لو رجعت هنا هيكل حصان في بيداء لو رجعت زي ما كنت يبقى انت روحت في ايه وجيت في ايه لو روحت كده يفضل يضغط عليك وده تلعب قبل كده بش بقي سيكس ممكن تتلعب بس الفيل ده مش حلو طيب طب هطلع بالحصان سي ثري وريني عندك ايه معدش عندك حاجة كمان شو عايز اعمل الحاجات دي اصلا واضغط على البيداء ده يعني انت عايز ايه دلوقتي كينج ايتش تو ايه ده ايه كينج ايتش تو دي دي احسن نقلة على الانجين ودي النقلة اللي اختارها ارجون ايريجيسي جابها على الرؤعة ولا محضرها الله اعلم بس دي برضو بيسموها هاي كلاس ويتنج موف نقلة انتظارية كده من الطراز الرفيع انا عادت اقول عاوز يلعب اف بس خايف من الكيش وياخد الفيل 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 ما بيتخدش ولا حاجة اصلا ما الفيل محمي بالوزير كينج ايتش تو عايز ايه والتقييم بينها وبين اللي تحتها اتنين من عشرة فرق واحد من عشرة فرق نقلة انتظارية بس مفيدة اخد بالك لان الحصان ده لما بيعض يلف كمان شوية ممكن تبقى محتاج تحمل بيدا وتلعب G3 هينقل شكله هيلعبها كده ولا كده نكمل بقى الكلام لان اللي باقي ده اخد بالك نقل كله عادي خلاص يعني صاحب نطلع بالحصان حامل بيدا وبالتالي الفيل في مكانه دلوقتي عادي مطلعش هنا واضطر يضطرد ويلفه وكلام ده لا خلاص طلع لان الحصان حامل بيدا وحدثت مجموعة من التكسيرات هقولك مقولة بقى كمان شوية مهمة جدا لاحسن لعبة شطرانج في التاريخ قال وهي جوديت بولجر لو متسمعش عن جوديت بولجر فهي لعبة كبيرة من الناس اللي هزموا ماجنس كرلسون قبل كده هزموا جاري كاسباروف يعني قالت مقولة كده شطرانجية تستحق التأمل قريبا جدا على فكرة قالتها على الحساب الرسمي تحتها على فيسبوك C6 الفيل التاخد والبدأ التاخد ودخلنا دلوقتي نهايات هذه النهايات يمعلم للقطع التقيلة يعني وزراء ورخاخ دي بيسموها heavy pieces وهيحصل تكسير للوزراء كمان شوية وتكسير لجوز من الأرخاخ كمان شوية وهذا الشكل خلونا نتكلم فيه ونقول المقولة بتاعة جيودت بولغر قالت توقعها ان مستقبل الشطرانج القادم سيكون مناصفة ما بين الشطرانج العشوائي والشطرانج السريع يعني هي شايفة ان مستقبل الشطرانج ولنحافظ على ان الشطرانج يفضل متجدد ويفضل فيه جديد بعيدا عن التحضيرات والحفظ والملل والسخافة انه هيبقى شطرانج العشوائي هياخد مساحة اكبر والشطرانج السريع هياخد مساحة اكبر وده بالفعل حصل اخر شفطة قهوة بسم الله الشطرانج السريع فعلا شفنا فيه لعيبة الشطرانج بيعمله اخطاء غريبة لان بيشوفوا اشكال لسه بيشوفوها الاول مرة وبالتالي نسبة الابداع كانت كبيرة كمان الشطرانج السريع لهو كلاسيك الشكل ده لو انت عارف ان معاك مكسب ثلاثة للاسويت زي ما الانجين بيقول وانت شايف بار التقييم هتقعد تحسب بدقة دي معاك وقت كافي معاك مثلا تلت ساعة معاك نص ساعة في الفترة دي مثلا مثلا بعد 40 نقلة يعني كمان ثلاث نقلات بيزدلك نص ساعة في الساعة لا الشطرانج الكلاسيكي فيه وقت لو معاك تفوق ثلاثة لا خلاص الموضوع انتهى هتترجمه هتترجمه ومش بيليدز يعني مش بيليدز اللي هو بقى تخبيط من الاول للاخر وممكن تضحي عادي زي ما دكتور باسم امين الف البث بتاعه مع كاتين احمد بقى لك في البليدز تضحي عادي تعمل عادي ممكن الامور تلفه وتبقى في صلحك رغم ان التضحية اما الشطرانج الرابد ده بقى المقام الموزون اللي هو له قصير قوي وله طويل قوي وممكن لو قعدت تفتكر التحضير وقتك يخلص فانت عايز تجيب الكلام من دماغك عايز تجيب النقل من دماغك معظم الوقت تعالوا نشوف اين حصل كينج اي سيكس روك اي ثري الرخ واقفت في وش البيداء روك اي فايف حمل بيداء كينج دي سيكس بيقرب وعاوز ينتش البيداء حتى الان الشكل التعادلي يعني ايه تعادلي يعني الماتيريا الواحدة ولكن الاسود مع شوية تفوق نتيجة انه عنده بيداء سالك مدعم ده خطير جدا ده انت لو شلت اللي رخاخ بنسبة كبيرة الشكل ده ممكن يبقى مكسب للاسود نتيجة انه هيدخل على البادئ دي اخدها والمالك مش عارف يقرب يدعم بيدقه لان كل ما يجي يقرب يلاقي البيداء ده بيجري لو حبيت تلف حواليه بتاخد البيداء ده ده هيجري يعني دايما الشكل يبقى احسن للاسود نتيجة البروتكتد باست بهندا عارف لو البيداء ده مثلا كان هنا وشدنا للرخاخ ممكن الشكل يتعادل انما مع وجين كده وشدنا للرخاخ ممكن الاسود يكسب بسهولة مش بسهولة يعني بس فرصة تبقى اعلى كينج اي تو كينج سي فايف واضح ان الاسود هينتش بيدق بي سكس بكش رجع كينج دي سكس افضل نقلة لو اكل هيوقع البيداء دي حرام يعني حرام نعمل حاجة زي كده البيداء ده كده وكده بحضننا هنرجع نحمي البيداء ده لان هو اللحامي مصدر القوة بتاعتنا رجدي فايف مشي وبعدين رجع حمل بيدق بتاعه ماجنس يثبت شكل البياد ويدعم البيداء بتاعه السلك لان كان فيه تهديد نوع ممكن يديله واحدة من دي واخب بالك وبعدين يتكسر في البيداء ده يبقى عرضة للتهديد تبقى ضعيفة الملك يخش يقرمشها كده يعني حلو الكلام فأملع بجي فايف منع الكلام ده كله كينج دي ثري الملك يقرب كينج سي فور الملك يقرب بعدين روك بي ثري تلعبت مش عاوز يكسر ارخاخ لان هو لو اكل كده بنسبة كبيرة ممكن يكسر ارخاخ او البيداء يقع هو اللف بالرخ عاوز يهاجم الاضعاف نقل منطقة كينج سي سيفن حمل اضعاف وهنا بي فور بدأ يدفع البيداء كيش دخل في البي فايف وده نقلة كانت مش مظبوطة قوي علشان روك دي سيكس ماجنس مع تفوق اربعة ونص بس معا وقت قليل لازم يجيب التفريع اللي بتكسب علشان يترجم هذا التفوق افضل نقلة كانت روك دي ثري يعمل بلوك للبيداء ما يدفعش لكنه لعب روك بي ثري ودي كانت بلندر فادح نتيجة دي ثري ماجنس كان معاش وقت وقت معا دقائق بس ما جابهاش لبنسبة كبيرة ماجنس شاف انك هتدفع البيداء هيقوم تديك كش تمشي وبعدين يرجع في وش البيداء تدفع البيداء يقف في وشه يعني كمان شوية يحاول ياخد البيداء والسود ياخد ده هو شاف هنا ان الشكل ممكن يبقى تعادلي ولذلك ما دخلش فيها ولكن الشكل ده بيكسب بس بنقلة سحرية عايز اوديك التفريع بس الانجين جايبه هذا التفريع في لحظة كده يعني بعد كده كده تمشي يرجع مثلا في لحظة في F5 فبتضطر تاكل اخي بالك مثلا خلينا نقول نقلة انتظارية يمشي كده نقلة انتظارية يمشي كده 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 هنا اعتقد F5 تتلعب من الحاجات القوية جدا تفوق اربعة فكرة F5 ببساطة انك لو اكلت كده البيداء ده بيجري وينينج ولو اكلت كده البيداء ده بيجري تفوق سبعة بصراحة مش سهلة مع الوقت الديق مش سهلة فماجنس لاعب في هذا الشكل كينج في وش الكنج الاخر وما سمحش الللوخ تنزل بكشات الملك بدأ يرجع معاتش في دفعة البيداء ما زال الاسود مع تفوق ولكن يعني اصعب في الترجمة شوية كيش مشي وهنا الشكل هيبقى صفار بعد روك A1 آسف روك A1 مش روك A8 صفار عشان هيبدأ يدفع يروح هنا وبتاع الشكل التعادلي على الانجين صفار بعد روك C3 مثلا روك F1 و روك C6 روك A1 نوع من انواع التعادل بالتكرار يعني ولكن ما لعب في المباراة كان هذه النقلة التي تظن انها بتتعادل ولكن يعني ماجنس بعد ما شاف النقلة دي وشه قلب وبدأ يتدايق ويعمل كده في شعره بقى ما عنديش مش مشكلة بس هو بعد يعمل كده في شعره و كان يظن ماجنس ان الشكل التعادل لان وجد انه لا يعني مع شوية اخد بالك بص 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 ماجنس هنا بعد الكيش دي ماشي هنا ارجون اريجيسي بالابيض معاته عادل معي تدي له كيش يستخبأ او بعدين تدي له كيش اسف يدي له كيش يكسر تاكل ياكل بالبيضاء تدفع يدفع والشكل ده تعادلي الملك بعيد على انه يدافع على بادئ والملك ده هيخشه لجدته وزره هيبقى عربية انه يقرمش البادئ والشكل صفار لكنه ضيع من نفسه التعادل بالرغم انه كان معه شواني لأ كان معه مثلا قول دقيقة ومع ذلك هو جه يكسر وزره وما خدش باله يعني انه هم مش جاي بكيش وبالتالي البيضاء وقع ومادنس بعد شوية نقلات قول عشر نقلات كده ولا حاجه استطاع ان يفوز خلاص اعرف ان فيه بدائين بيجرم ما لهمش حل وفاز اللي انا بقوله ان المستقبل بتاع الشطرنج وان انا مقيد المقولة اللي قالتها جودت بولجر ان فعلا التفوق كان ستة في نقلة بقى صفر في نقلة بقى خمسة في نقلة بقى صفر ما بين اتنين من افضل لاعيب العالم فده مدينا شوية امل ان احنا نشوف متعة ما نشوفش حاجات محفوظة وتحضيرات ورتابة تعالا نشوف المباراة رقم اتنين حصل فيها ايه المباراة رقم اتنين اتعدلوا فيها دي المباراة رقم ثلاثة ماجنس كارلسن برده هيلعب بالاسود ارجون برده هيلعب بالابيض لكن المرادي ارجون يلعب بيدق وزير ويبقى واضح وصريح انا حطيت بيدق في وسط الرؤعة من اول هيعمل حاجة نايت اف سيكس سي فور اي سيكس ويلعبه شكل يبدو منتظم يعني شكل بيتلعب كتير مش مودرن ديفنس بقى وحاجات نقعد نقلف فيها لا ده كتلان يا معلم اخد البيضاء من هنا والعبد اللي كان محضر على شكل ده سي فايف فترة طويلة من حياته ولكن شكله مش احسن حاجة الكيش دي شكلها جامدة قوي بيست موف على الانجن وبعدين يحمل فيل بهذا الشكل اي ثري امشي تيكس تيكس هات البيضاء تم حماية البيضاء وبيست موف علشان تحافظ على شوية يعني تعويض عن البيضاء اللي انت خسرت وانت تلعب البي ثري طبعا البي ثري قصصها طويلة لو انت عملت حاجة زي كده مثلا والبيضاء هيبقى في حضمك متعرفش تحميه طبعا نتيجة ان البيضاء في بيداء معليهاش بيداء في بيداء عشان الوقت متروحش فده المين لاين وسي سيكس ماجنس اخد بيداء ومسك فيه ولكن هل النشاط القطعي مش مهم لماجنس كارلسون على الجانب الاخر ارجون ايريجيسي ضحى بيداء مقابل ان ماجنس متكتف هل هيعرف يكمل تكتيف لماجنس كارلسون يعني ماجنس علشان تلعب قصاده ويتكتفه دي حاجة صعبة تعالوا نشوف اللي حصل تبييت تبييته وارجون يضغط على البيضاء ممنوع تكمل انتشار بالحصان هوقع البيضاء بيشب بي سيفن حميت البيضاء كوين بي تو نايت بي دي سيفن نايت اي وون انت عندك مربعات ضعيفة انا رايح اخش واعد هنا كمان انا حرمتك من السي فايف لو لعدت سيفايف دلوقتي هاكل الفيل يا السلام اي فايف اضرب الوسط بالبدأ التاني بس ده بدأ ببلاش لا مش ببلاش انت انسيت ان الحصان ده كمان ببلاش كان حميل وزير والوزير اتحرك وبالتالي ان اكلت الحصان لسه الاسود معه بيدأ زيادة بس في اضعاف فضيع هنا طلب الوزير الوزير مشي بعد كده ضغط على الفيل الفيل اتحمى بعد كده الحصان رايح الى هذا الاضعاف خد بالك ان كان في اده ينتش البيدأ بس اعتقد ان النقلة دي بتخليه يخسر القطعة حتى البيدأ ما ينفعش ياخد البيدأ حتى الان اوكي امشي وكل القطع دلوقتي بص على مربع السي فايف والفيل ده سيء تم دفع بيدأ نطب الحصان خبالك ان البيدأ ده بلاش يعني بيدأ في بيدأ بيدأ في بيدأ ممكن تنتش البيدأ ولا اي حاجة هتحس ان ماجنس اتخنق من اللي هو عامله كمان دفع البيدأ عشان يحمي البيدأ ده بالوزير ولكن ارجون قال له انا مش مهتم خالص يعني انا مش هايز اخد بيدأ ولا حاجة انا دخلت دلوقتي كنت عاوز اخد قطع انت هربت بالقطع بعدين اكلت البيدأ دلوقتي واكلت البيدأ التاني الابيض ارجون مع تفوق واحد وستة من عشرة يعني ماجنس كارلسن لم يستطع ان يحافظ على البيدأ بعد ما هو نتش البيدأ معرفش ياخد منه يعني يخليه بيدأ صحيح بدون تعويض لا رجع البيدأ وشكله كمان بقى وحش الفيل سيء البيدأ ضعيف اتش سيكس تعم تشوف الموضوع هيخلص على اي اي فور امشي الفيل محمي بالوزير يا اخوانا الوزير مشي امشي بقولك بعدين نايت سي فايف كانت البست موف في هذا الشكل ولو رجعت هلعب بيشب باك واصبر او هلعب حاجات زي كده ومعايا تفوق اطوره واحدة واحدة للاسف ارجون ايريجيسي كان متسرع قليلا ولعب هنا اي فايف وماجنس كارلسون بدون اي تفاهم يعقبه ويلعب سي فايف والتفوق اللي كان واحد ونص بقى نص الفكرة ان الفيل ده مش محمي التفريع اللي وردتلك من شوية الفيل فيه بيرجع فالنقلة دي مش جاية بتنبو اصلا كمان لو انت اكلت هنا اولا فانا باكل بتمبو على الوزير اقول له امشي بعد ما يبقى يمشي واطلبك وانكسر هذا الشكل تعادلي نفيهوش حاجة فالابيض ضيع معظم التفوق اللي كان معايا اوكي تم السماح بان البيدئ ده يتاخد خل بالك عشان اللي جاي ده اعتبر احلى حتة في الفيديو ولو انت متابعني لحد دلوقتي تعظيم سلام والله بارك الله وفيك هادي الوزير الوزير مشي تعالى تكسير وزراء موافق ليه موافق لان ارجون ايريجيسي نظريا كده مع بدأ زياد فممكن يحاول يترجمه ملعبش نايت سي فايف ليه لا ادري هو قال لك ان هروح هنا وحاول ان انا ادعم البيدئ بتاعي ولكن البيدئ ده المشاكل كلها ده ده بدأ سالك تسيبه وتروح تعمل مانوفر اوكي البيدئ بدأ يتدفع ودي كنت نقلة غير دقيقة كان الصح يلعب دلوقتي جي فايف فكرة جي فايف انك لما تلعب سي ثري ألعب روكي اي ثري هات الفيل ومفيش متات في الصف الخلفي اخوانا يعني لو الروخ دي اتزحلقت وطلعت مفيش حاجة اسمها كيش وبعدين استخبه هنا يديني كيش مات لأ المالك بيهرب في الجي ثري لكن اللي تلعب في الاول انه لعب روكي سي تو وبعد دفعت البيدئ دي ام لعب جي فور بس خلاص بقى روكي بيتو قوية ام عايز اقولك انه مفيش وقت بقى تلعب هنا رخ هنا وتضغط مفيش وقت ترتبة النقلات بس هي اللي عملت المشكلة دي البيدئ بقى في سبعة البيدئ اللي كان في ايدك تنتشه يا مؤمن ليه تعمل كده خلاص شكرا شكرا بقى ترخ كاملة زيادة وماجنس يفوز انا مش عارف ما الذي دعاه الى ان يفعل ذلك ما تتعادل يا عم مع ماجنس وكمل النتيجة كانت واحد ونص نص لو تعادلها تبقى اتنين واحد انما دلوقات النتيجة اتنين ونص نص ويفوز ماجنس كارلسي واضح ان ما اتنس عام العقدة للشباب الصغيرين قل لي رأيك في التعليقات واشترك عندنا في القناة وعملنا لايك لزيز واشوفك ان شاء الله على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته